سلاميزي في الصف الرابع الابدائي. اه زيكم عاملين ايه? رب تكونوا كلكم بخير. اه طلعين من سنة تالتة. حاسين ان في حاجة غريبة بتحصل. مواد كتيرة وبدخل علينا بكمية كبيرة وحاجات جديدة اول مرة معلوماتنا عرفها. بس احنا كنا في السينين اللي قبل كده تالتة وتانية او كنا واخدين بعض المعلومات كده عارفينها. النهاردة ان شاء الله هنبدأ هنذاكر مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة عليكم. وان شاء الله ميبقاش فيه اي مشكلة بالنسبة لكم للمنهج الجديد او للمواد الجديدة اللي بدأت تطبق عليكم. اه سيم وان هنتكلم عن من النهاردة بناخد الساينز هنتشتغل من كتاب المعاصر. السيم وان هو بينقسم طبعا اليونتز بتاعتنا بتنقسم لسيمات. سيمز اسمها سيمز. فسيم وان هنا هيتكلم عن الساستمز. الساستمز اللي هي الاجهزة. طب يعني ايه اجهزة? الاجهزة دي اللي هي الحاجات اللي موجودة في جسمنا. تمام? وبتخلي الجسم يشتغل خلاص? او بتشتغل جوه الجسم عشان الجسم يقدر يعيش. اجهزة اللي هي زي ايه? زي الساستم الجهاز اللي فيه دم. دم طبعا جسمنا كله فيه دم. تمام? الدم ده بيبقى شايل الاكسوجين وشايل غزاء عشان يوديل كل اجزاء الجسم طبعا ده بيتحرك من القلب لباقي اجزاء الجسم خلاص بيمد الجسم بالايه? بالضاقة. تمام? وعندنا فيه برضو بنتنفس فحاجة اسمها جهاز اسمه الجهاز التنفسي من خلال الرئتين. واخدنا الديجستف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي اللي هو بيهدم الطعام عشان يطلع لي منه عناصر غزائية او المادة اللي هستخدمها عشان تديني طاقة وتبني الجسم. تمام? دي معنى السيستمز الاجهزة اللي موجودة في جسم الانسان او الكائن الحي علشان ايه? عشان ينمو ويعيش. خلاص? طيب. ببساطة كده الموضوع احنا مش هندخل في الاول كده على موضوع السيستم لأ هندخل حاجة حاجة واحدة واحدة كده هنتتلم مع بعض. في يونت وان هنا بدايتنا بيتكلم عن او الانزمة الحية او الكائنات الحية. تمام? نتكلم عن الكائنات الحية. طب هنددأ بايه? ايه اللي انا عارفه بالفعل? ايه المعلومات اللي احنا واخدينها قبل كده وعارفينها من السنين اللي فاتت? ان في بعض العوامل اللي بتأثر على الكائنات الحية او على حياة الكائنات الحية مع البيئة اللي هي عايشة فيها. تمام? طيب. احنا واحنا قاعدين بيمر علينا في سور سنة. صح? بيمر علينا فصل الشتاء. بيمر علينا فصل السيف. بيمر علينا فصل الربيع. فصل الخليف. في كل فصل بنحس بايه? باجسامنا بتبتدي تشعر بالحرارة دي. مثلا احنا في فصل السيف بنحاس ان الجو حر ومش طيقين وبنلبس لبس خفيف. عشان احنا مش قادرين نستحمل الحرارة بنعرق كتير. طيب بيبقى احنا جسمنا تأثر بالحرارة ولا لأ? تأثر بالحرارة دي. طيب في فصل الشتاء الجو بيبتدي يبرد بنبقى مش قادرين جسمنا سقعين عايزين نلبس لبس تقيل فجسمنا اتأثر بالبرودة دي ولا لأ اتأثر بالبرودة وبقينا آآ نحاول نقييف نفسنا على الواضع يعني ايه نكيف نفسنا يعني فصل السيف ابتدي قلب السلبس خفيف عشان اقدر استحمل درجة الحرارة العالية ديت وفصل الشتاء ببتدي قلب السقيل عشان استحمل درجة الحرارة المنخفضة او ببرودة الجو ففصل الربيع والخريف دي بقى فصول انتقالية يعني ايه فصول انتقالية يعني فصل انتقالي ما بين السيف والشتاء بالنسبة للربيع هو فصل انتقالي ما بين الشتاء والصيف يعني قبل ايه يعني بعد ما الشتاء بينتهي بييجي حاجة اسمها فصل الربيع هو ده الفصل الانتقالي وبعد كده يتخش فصل السيف الفكرة في الفصل الربيع ايه انه بيبقى درجة الحرارة ببتدي تتلطف يعني بعد ما يكون الجو بارد قوي في الشتاء ويبقى لابس تقيل لا يبتدي الجو يبقى لاطيف بقى حلو يعني ما بيبقاش سائع او يبقى مقبول ابتدي اخفف ملابس شوية ده فصل الرابعة نيجي فصل الخريف ده الفصل الانتقالي ما بين الصيف والشتاء يعني درجة الحرارة بقى اللي كانت في الشتاء عالية قوي تبتدي تنقفض شوية نستحمل الجو الجو يبقى حلو اه ما بيبقاش في عرق كتير ما بيبقاش في اه تعب ومقبول كتير وحرارة جمدة تمام فدي ايه ده اسمه تكيف احنا بنبتدي نكيف نفسنا على فصول السنة اللي موجودين فيها واحنا في البيئة بتاعتنا تمام طيب يبقى اول حاجة الكائن الحي بيكيف عليها نفسه تبقى ان البيئة او الظروف البيئية هي اللي هي درجات الحرارة المنخفضة ودرجات الحرارة العالية ايه كمان طيب حاجة مهمة اول انسان بيحتاجها او الكائن الحي بيحتاجها عشان يقدر يعيش المية الانسان ما يقدرش او الكائن الحي ما يقدرش يعيش من غير مية. فيه كائنات بتعيش في اماكن المية فيها قليلة. خلاص? فبتقدر تعيش. نقولك دايما ايه? الجمل ده بيعيش في الصحراء عن رغم ان الصحراء ما فيهاش مية كتير او ما فيهاش اماكن فيها مية وبيفضل عايش وبيفضل حي وحياته كلها عايش في الصحراء ما بيشتكيش. ده ليه? ده معناه ان الكائن ده قدر يكيف نفسه على انه يعيش في الصحراء بكمية مية قليلة. خلاص? فيه كائنات اخرى لا. ما تقدرش تعيش في اماكن فيها كمية المية قليلة لان عايز مية على طول. فيبقى عندي كمية المية دي تعتبر عامل من العوامل اللي الكائن الحي بيتأثر بيها من خلال البيئة. ايه كمان? الافيلابيلاتي اوف فود. الافيلابيلاتي اوف فود اللي هو وجود الطعام. او امكانية او اتحية وجود الطعام. هل الطعام موجود ولا مش موجود? طبعا احنا كابان بشر او انسان احنا لازم يكون في طعام عشان اقدر عايش. عشان اقدر اقوم اعمل الطاقة بتاعتي. عشان اقدر اقوم اشوف ايه الامارس حياتي اليومية. عشان كمان جسمي بقى منتد بالطاقة. عشان كمان افضل عايش. خلاص? يبقى الافيلابيلاتي اوف فود او اتاحة وجود الطعام او موجود الطعام. ده بالنسبة للانسان ضروري جدا. فيه بعض الكائنات الاخرى في حيوانات او نباتات. ممكن تعيش في اماكن كمية الطعام فيها قليلة. فبالتالي تعمل تكيف للوضع اللي هي عايشة في ده. او ادابتاشن. نادي نشوف الافيلابيلاتي اوف شلتر. افيلابيلاتي اوف شلتر اللي هو وجود المسكن او المقوى. الانسان لازم يكون دي مقوى. مكان يعيش فيه. مكان ينام فيه. مكان يبقى حمي من البرودة التقس او من حرارة الجو. تمام? فبالتالي برضو نفس القصة بالنسبة للانسان بالنسبة لبلانس. نحتاجها تبقى عندها شلتر. مكان يحويها او يحميها من الظروف الخارجية. يبقى دي كلها عبارة عن الفاكتورز اللي بتأثر على اللايف بتاعت بتأثر على حياة الكائنات الحية انزر في البيئة الخاصة بيها زي ما قلنا الهوتاند كولز تيمبريتر الامount of water, availability of food, availability of shelter تمام? брат مع الوقت الحيوانات والنباتيات çıkar بتقدر تتكيم ادابت يعني تتكيف. او تغير من نفسها تبقى للفاكتورز اللي احنا لسه ايلنها دلوقتي. تمام? يعني مع عادة الانسان احنا نتكلم ان الانسان لازم له كل الحاجات دي تبقى متاحة بالنسبة له عشان يقدر يبقى عيش وكذا. انما الحيوانات والنباتات في بعض الظروف الخاصة ليها لو في مشكلة من الاربع اللي احنا لسه ايلنهم دولة يقدر مع الوقت الكائنات ديت او الانيمالز او البلانز دي دي تقدر انها تتكيف مع الفاكتورز دي مع الظروف دي تمام? وبالتالي تقدر تعيش تقدر تتنفس تقدر تفضل حية وآمنة وهكذا. اجزامبلا على الكلام دا ايه. انا عندي زي ما لسه اقيلين حالا الكاملز او اللي هو الجمال. الجمال دي بتعيش في الصحرا والصحرا دي درجة حرارتها مرتفعة جدا وكمان آم كمية المياه فيها قليلة. الشلتر فيها برضو مش مش موجود قوي. والرمال بتاعة السحرة بتغوص فيها الأقداف فحلمني جسم الكامل بيكون مغطى جسم الكامل هنا بيكون مغطى بجلد سميك وهيري مشعر في شعر ليه بقى عشان يحمي من حرارة الطقس اللي موجودة في الصحرة فيقدر يستحمل معيشته في الصحرة يبقى دي الادابتيشن بتاعة الكامل according to the environment اللي هو العيش فيها الانفيرومنت العيش فيها هو الصحرة ففيها هوت ويزرد راجة حرارة هنا أو الطقس هنا حار فبالتالي في جسمه او الكاملز بادي هللاقي كوفرد بالأيب جلد سميك وهيري في شعر عشان يحميه من الحرارة دي نيجي بالنسبة للبالمتري أو اللي هو النخيل برضو النخيل بيبقى موجود في الصحرة فالبالمتري لها جزور قوية عنده روتز أو جزور قوية عشان تثبت الزرعة دي أو النبات ده في التربة ويحميه من اللي هي الرياح القوية العادية اللي بتبقى برضو موجودة في الصحرة يبقى دوي نوعين من الادابتشنز اهو شعيفانها في الكائنات شايفنا الادابتشن بتاع الكامل وهو عايش في الصحرة وشوفنا الادابتشن بتاعة البالمتري مفروض حندرس ايفين اليونت بتاعنا ده أولاً أنواع التكيف للكائنات الحية How humans and animals use their senses to gather or collect information إزاي الإنسان والحيوان بيستخدم الحواس بتاعته عشان يجمع معلومات طبعاً احنا عدفين إن الإنسان عنده حواس حسة الشم حسة السمع حسة البصر حسة اللمس حسة التزوق بيستخدم الإنسان والحيوان الحيوان كذلك عنده نفس الحواس دي هم بيستخدموا الحواس دي عشان يبتدوا يجمعوا معلومات عن البيئة اللي حواليه برضو تكيف بعض الحيوانات اللي بيبقوا مناشطين أثناء الليل معروف إن بأثناء الليل الكائنات المفروض بتبقى ليمة يعني الليل للسكن للنوم للراحة ففي بعض الكائنات لا هي حياتها بتبدأ في الليل فعايزين نشوف التكيف بعض الحيوانات إنها تبقى أكتب وناشطة أثناء الليل How humans and animals communicate and transfer information إزاي برضو هناخد إزاي برضو إن الإنسان والحيوان بيبتدي يعمل communicate يتصل وينقل المعلومات يعمل اتصال ونقل للمعلومات اللي عنها طيب أول حاجة هناخدها بقنسبت 1 هو الادابتاشن and survival الادابتاشن اللي هو التكيف وصورفايفل المعيشة أو الحياة اكتبتي نمبر ون حناخد النهاردة اكتبتي واحد بس عشان ما يكونش تقيل عليكم الموضوع بقى صعب فلسن ون حناخد منه الاكتبتي نمبر ون اللي هو تعالوا نشوف هل نقدر نوضح الصور اللي قدامنا دي الصورة نمبر ون اللي قدامنا شايفين قدامنا إيه؟ stirred agama lizard دي سحلية سحلية بتعيش في الصحراء تمام؟ الصورة التانية اللي قدامنا بالمترين النخيل والنخيل برضو بيعيش في الصحراء والصورة التالتة human being إنسان عادي طبيعي طيب do you notice how each of the previous living organisms protect itself from extreme hot climate؟ لاحظت؟ من خلال الصور اللي احنا شايفينها دي إزاي الكائنات الحية المختلفة دي حامت نفسها من التقصة أو درجة الحرارة العالية؟ لو جينا بصينا الأول حاجة الصحلية اللي بتعيش في الصحراء دي that lives in the desert protect itself by finding chatted area during a hot sunny day to keep its body cool الصحلية اللي بتعيش في الصحراء دي زي ما احنا شايفينها موجودة فين؟ موجودة في حتة ضلة فلاقيت لنفسها مكان ضل كده في الصحراء عشان يحميها من الحرارة العالية أثناء النهار ويخلي جسمها يفضل cool بارد أوكي؟ نيجي للبال leaves أوراق النخيل أوراق النخيل ده covered with waxy layer to protect them from extreme hot climate بتبقى مغطى بطبقة من الwax wax اللي هو الشم طبقة شمعية بتحميها من برضو حرارة العالية أو تقص الحار الhuman being الإنسان العادي بقى protect himself from extreme hot climate by using umbrella and light closes بيحمي نفسه من الحرارة العالية دي بإنه بيستخدم الأمبريلا أو اللي هي الشمسية زي ما احنا شايفين كده ويلبس لبس خفيف في الصيف أو في درجة الحرارة العالية كل من الكائنات الحياة اللي احنا اكتللنا عنهم فوق دولك سواء البالمترية سواء اللي زرد سواء الهومن استخدموا طرق مختلفة عشان يحموا نفسهم من التقص الحار قوي أو درجة الحرارة العالية قوي and these different ways والطرق المختلفة دي سمينها الادابتيشن أو التكايف فإيه هو الادابتيشن كتعريف؟ they are characteristics that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live الادابتيشن أو التكايف ده هي عبارة عن خواص بتساعد الكائنات الحية إنها تعيش وتتقاصر في الاجو سيستم أو البيئة اللي عيش فيها يبقى ايه هو الادابتيشن؟ هو خواص بتساعد الكائنات الحية إنها تعيش وتتقاصر في البيئة اللي هو عيش فيه تمام كده؟ تمام طب إيه هو الاجو سيستم؟ ايكو سيستم أو البيئة is an area in which the living and non-living things interact with each other هو عبارة عن المكان أو المساحة اللي فيها الـ living and non-living things الكائنات الحية والأشياء الغير حية بتتفاعل مع بعضها أو بتتأثر ببعضها البعض خلاص؟ الكائن الحية بيتأثر بالبيئة والبيئة بتؤثر فيه خلاص؟ دي معنى كلمة الاجو سيستم أو نظام البيئي أو البيئة يبقى البيئة ايه هي؟ هي area in which living and non-living things interact with each other يعني interact with each other يعني يتأثروا ببعض أوكي؟ البيئة بتؤثر على الكائن والكائن يؤثر في البيئة طيب adaptations occur over many generations الـ adaptations أو التكايف بيحصل على مدار الأجيال يعني الجيل الأولاني بيفضل بناشي معاه أجيال أخرى من باقي الكائنات الحية بتاعته وهي بتمشي بنفس المسيرة بنفس الوتيرة ويفضل الكائنات اللي جاية جديدة لها نفس الـ adaptation بتاعت مين؟ بتاعت الأجيال اللي أبلع زي مثلا الكاملز كل الجمال لها نفس الشكل ولها نفس الطريقة لها تعمل تكايف مع البيئة تمام؟ فزي ما قلنا دلوقتي الـ adaptation إن هو بيحدث على مدار أجيال مختلف تمام؟ في هذا الـ concept في الـ concept ده سوف ندرس هندرس إيه بقى؟ الـ types of adaptations أنواع التكايف هندرس الـ plant adaptation تكايف النبات وحندرس الـ human body systems and their adaptations وأجهزة الجسم الإنسان والتكايف بتاعته تمام؟ هنا أنا خلصت الـ activity number one مش هزاود عليكم أكتر من كده كل مرة كده هناخد activity بسيطة عشان الموضوع يبقى سهل عليكم يارب يكون النهاردة الشرح عجبكم وفهمتوه نشوفكم المرة الجاية بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته